قلت لي حضرتك أن التصوف موجود في صميم الفطرة البشرية وهو فكرة البحث عن الله سبحانه وتعالى أو إيجاد طريق إلى الله سبحانه وتعالى طيب تكلمنا عن التصوف الإسلامي وتكلمنا عن التصوف في غير ذلك لكن هل أقدر أقول أنه يوجد مسيحي متصوف ويوجد يهودي متصوف ويوجد غير ذلك من المتصوفين أم أن أحصرها فقط على أن المسلم المتصوف التصوف موجود في كل الأديان السماوية وغير السماوية البوزية فيها تصوف الهندوسية فيها تصوف يعني أقدر أقول ده مسيحي متصوف مسيحي متصوف يهودي متصوف نعم وكان فيه هقول لك هنروح بعيد ليه سيدنا سلمان الفارسية رضي الله عنه أرضاه نعم نعم عارفين سيدنا سلمان الفارسية لما نقرأ قصة إسلام هو كان أميرا يعني أبو ملك ترك الملك كان من فارس فهم مجوس يعبدون النار ترك المجوسية ولحق براهب مسيحي فصحبه زمنا ده قبل الإسلام قال فصحبته زمنا إلى أن وفته المنية يعني حضرته الوفاة فقلت له أوصي بي يا سيدي فأوصى بي إلى فلان الفلان الراهب في المكان الفلان فذهبت إليه في بلاد الشام أو كذا فصحبته زمنا حتى حضرته الوفاة فقلت له أوصي بي يا سيدي فأوصى بي إلى فلان فذهبت إليه وصحبته زمنا حتى حضرته الوفاة فقال فقلت له أوصي بي يا سيدي قال يا ابني لقد انقطع هذا الأمر اذهب إلى شبه جزيرة العرب هناك يظهر نبي آخر الزمان فارقبه واتبعه قال فذهبت إلى المدينة أو يعني إلى الحجاز وفي الطريق حدث بقى ما حدث إلى أنبيعك عبد ثم اشتراه يهودي وبعدين فكان عنده فإلى أن سمع يوما حد جاي عندي اليهودي هذا وبقول له أسمعت بأمر هذا النبي فهو أول ما عارف كذا وكان اللي هو الشيخ بتاعه يعني الراهب المسيح أين له على علامات سن النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرحه تفسير العلم ده ايه تفسير العلم ده ايه اللي هو ايه وقد يقع رؤية وحينئذ يسمى مشاهدات وقد يقع علما وحينئذ يسمى مكاشفات لما سيدنا أبو بكر جاب السيدة عائشة لما احتضرته الوفاة رضي الله عنهما فقال لها يا ابنياتي كنت قد وسقت في وساقت كنسب له شوية نخلة تكل فيه معيش يعني وهو حضرته الوفاة أما الآن فهما لأخواك وأختاك فقالت له يا أبتا ليس إلا أسماء ما عنديش أنا ليه أخين بس مش غير أخت وعدها أسماء قال لها إنما في بطن أمك جارية أمك حامل وبطنها بنت وقد كان هو عرف إزاي فإذا هذا علم قد يقع سماعا وحينئذ يسمى مخطبات قد كان في كل أمة محدثون وفي أمتي منهم عمر سيدنا نبس والسلام الحديث نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها النفس في الرؤى ده هو التحديث فالتحديث هذا نوع من هذه العلوم الأنبياء يرون حقا الأولياء كأنك تراه يعني درجة من المعرفة طيب لما نيجي للمكاشفة المكاشفة هي إيه؟ بلوغ ما وراء الحجاب وجودا يعني إيه؟ يعني يبلغ ما وراء الحجاب أي حجاب الغيب هو بيعد من وراء الحجاب حجاب الحكمة اللي بيحجب بنا وبين الغيب هو بيتجاوز ويوجد في الغيب وهو تهادي السر تهادي السر بين متحاب بيني كأنما أطلع كل واحد صاحبه على سره دون عبارة ولا إشارة لتعريف المكاشفة فهي دي كلها إيه؟ أدوات زي الفراسة ترجمة نانسي قنقر